بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخت الأكارم أيها المشاهدون الأكارم متابعوا فعاليات جائزة دبي الدولية القرآن الكريم أقدم لكم نفسي أولا أخوكم القارئ شيرزاد عبد الرحمن طاهر يشاركني الأستاذ إسماعيل أحمد محمد طنطاوي من مؤسسة أبرار مصر لذوي الإعاقة الذهنية يشاركني في تقديم هذه الفقرة المميزة إخواني عودتنا جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عبر سنواتها المعطاء على المفاجآت في كل دورة لا تكاد تمر دورة من الدورات إلا ونتحف بمفاجآت مذهلة ستكون لنا في هذه الليلة وفي الليلة القادمة والتي تليها سنقدم لكم نماذج لفتيان وشباب حفظوا القرآن الكريم حفظاً عجيباً رغم الإعاقة أو الإعاقة المتعددة هذا الشاب الذي يقف أمامكم الذي يجلس أمامكم واحد من الذين أبهروا كل من تابع وسمع وشاهد أداءه لكتاب الله عز وجل الشاب الذي أمامنا هو الشيخ أحمد مسلم أحمد عبيد عمره تقريباً واحد وعشرين عام يتيم الأب من مواريد القاهرة الأستاذ إسماعيل الآن يعرفنا على بقية بطاقته الشخصية فضل الساد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلاةً وسلامًا على سيدنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أولاً شرف كبير لي أن أجلس وسط هذا الحضور الكريم وقبل أن أبدأ حديثي لابد أن أتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله كذلك أتوجه بالشكر إلى أصحاب السمو والشيوخ الكرام وإلى معالي المستشار إبراهيم محمد بومرحة رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كما أتوجه بالشكر لجميع السادة الحضور ولسيد معالي السفير مهاب نصر كنص العام مصر في دبي والإمارات الشمالية وإلى كل المتسابقين في هذا الجمع الميمون لكني يجب أن أخص بالشكر معالي المستشار إبراهيم محمد بوملحة لأنه باستيجابته وبدعوته لأبناء مؤسسة أبرار مصر لدو الأعاقة الزهنية لحضور هذه المسابقة هذا العام فإنه يكون قد سنة سنة حسنة لأنني أعتقد أن من هذا العام وفي كل الأعوام التالية بإذن الله سيكون هناك مكان لذوي الإعاقة الزهنية حفظت القرآن الكريم في جميع المسابقات وسيكون شرف لدبي هذه المدينة الحديثة المعطاءة أنها كانت صاحبة اللبنة الأولى والخطوة الأولى في استضافة الأبناء ذوي الإعاقة الزهنية طيب سيد اسماعيل نتعرف على الشيخ أحمد مسلم أحمد عباد تعطينا شيء نبذى عن هذا الشاب الحقيقة لابد أن نعلم أن مناط التكليف في الإنسان هو العقل وأغلى نعمة أعطاها الخالق عز وجل للإنسان هي العقل يدنوها جميع النعم كف البصر الصم البكم أي أعاقة بعد ذلك تكون محدودة جدا بالنسبة للعقل ولذلك نتذكر جميعا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن سلاس النائم حتى يصح والصغير حتى يكبر والمريض أو غير العاقل حتى يفيق فمن هنا أن نجد شباب من ذوي الأعاقة الزهنية يحفظون القرآن الكريم هذا إعجاز من الخالق عز وجل لكل الأسوياء من البشر أما متسابقنا اليوم أنا عارف أن الوقت محدود لكني لو أتيحت الفرصة نحتاج إلى ساعات وساعات عشان نتكلم عن مواهب ومعجزات ذوي الأعاقة الزهنية في حفظ القرآن الكريم كان لمصر شرف أن هي نظمة المسابقة المحلية الأولى والتانية عام 2010 و2011 لكن كان لدبي شرف أنها استضافتهم في المسابقة الدولية عام 2012 أحمد مسلم عبيد شاب سن 21 سنة تقريبا إعاقة زهنية لم يذهب لأي مدرسة عادية إطلاقا هو مقيد في المدرسة التربية الفكرية بالقاهرة وكان لمؤسسة أبرار مصر شرف إن هي اكتشفته عام 2010 بحفظ القرآن الكريم ما تشاهدون الآن هو شاب لكن أنا أعتقد أنه كمبيوتر في صورة بشر ما معنى هذه الكلمة؟ أحمد مسلم عبيد يحفظ القرآن الكريم كاملا برقم الآية ورقم الصفحة ورقم الصورة ورقم الحزب وكل أرقام تتخيلها في القرآن حضرتكو حتلاقي أحمد مسلم عبيد عرفها كما أنه يحفظ ترتيب المتشابهات ويحفظ ترتيب السجدات ما أدري ماذا أقول؟ سنترك للسيادة المشاهدين وأستاذنا الشيخ شيرزاد يسأل الأخ أحمد أو الشاب أحمد مسلم عبيد وسنكتشف جميعا هذا الإعجاز من الخالق عز وجل لهذا الشاب طيب أستاذ اسمعي القبل لأن أبدأ بطرح الأسئلة على الشيخ أحمد أود أن نوضح أكثر نوع الإعاقة يعني ماذا يشكوه؟ أحمد مسلم عبيد إعاقة زهنية بمعنى أنه الإنسان ممكن يكون عمره العقلي عمره السني مثلاً عشرين أو تلاتين سنة لكن تفكيره اللي ربنا ادهوله تفولي سنة اثنين تلاتة أربعة خمسة حسب اختبار الزكاء اللي يجراله اختبار الزكاء اللي أجري لي أحمد عمره العقلي تقريباً خمس سنين ونص إلى ست سنين ما فيش حاجة سوابت في القياسات الزهنية لكن قيس على أنه تفكيره ما بين خمس سنين ونص إلى ست سنين أحمد مسلم عبيد لو نزل من بيتهم ما يعرفش يرجع البيت تاني ما يعرف ما يعرف يرجع البيت تاني لو دخل الحمام يحتاج لولدته عشان الله يعزك تدخله الحمام أو ترفعه لهدومه أو تلبسه ملابسه أو حاجة زي كده الطفل اللي عمره خمس سنين أو ست سنين يقدر يعمل الكلام ده لنفسه دلوقتي هو ما يعرف يعمل الكلام ولا تستطيع أن تجري معه حواراً؟ أحمد مسلم عبيد لا يستطيع إجراء حوار في أي شيء غير القرآن ولكن كمبيوتر زي الهارد إذا دهت أي معلومة يحفظ المعلومة ما دخل مدرسة أبداً؟ إطلاقاً مدرسة تربية فكرية لذوي الإعاقة الزهنية طيب كيف حفظ القرآن؟ هذا هو أعجاز الخالق لا تسأل عن شيء الله عز وجل يعطيه للإنسان لم يذهب لمدرس ولم يذهب لمحافظ ولا شيء يحفظ القرآن عن طريق السماع من الإزاعة من التلفزيون من أي شيء كما يحفظ مثلاً أسماء الدول أسماء رؤساء الدول منين؟ من السماع وليس من القراءة أو الكتاب يحفظ أسماء رؤساء الدول نعم أسماء العواصم نعم أسماء الدول نعم ما الذي اكتشف هو اكتشف عن طريق والده والدته كانوا يحفظون القرآن بالسماع من الراديو أو التلفزيون لكن كان لنا الشرف زي ما قلت في مؤسسة أبران مصر أننا بعد جهد مع وزارة الأواف المصرية عملنا مسابة القرآن الكريم 2010 فنزل الخبر في الأهرام حلم المعاقين في مسابة القرآن الكريم والدته اللي جالسة بين الحضور قرية الخبر فقدمت في المسابقة فبالصدفة اكتشفنا هذه المعجزة ولذلك يمكن قبل ما أنسى أنا أبشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بهذه المسابقة العظيمة لسبب بسيط أني علمت أني فيها تسعين متسابق من تسعين دولة دي أكبر متسابق مسابقة تقريبا بتجرى في العالم العربي أو الإسلامي هؤلاء التسعين عندما يعودوا من دبي إلى أوطانهم سيشجعوا آلاف بل ملايين على حفظ القرآن ودي فضل وكرم من عند القالق عز وقل طيب إذن على بركة الله نبدأ طرح الأسئلة سيكون عندي حقيقة ثلاث أنواع من الأسئلة النمط الأول من الأسئلة سأسأله ثلاثة واربع أسئلة في الحفظ اقرأ من قوله كذا النمط الثاني من الأسئلة سأعطيه آية وسأطلب منه أن يحدد لي رقم الصفحة ورقم الآية ثم أسأله النمط الثالث من الأسئلة في بعض المتشابهات طيب بالمناسبة الشيخ أحمد أصلاً ما يعرف أننا سنجري معالقاء هو جاي بمنتهى العفوية يجلس هنا ما يعرف وليس أصلاً جالس هنا لكننا نبدأ على بركة الله شيخ أحمد سؤال الأول يقرأ من قوله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم حسبك يا أحمد حسبك حقيقة الهدف من هذا السؤال نريد أن نرى قابليته على الربط بين أواخر السور وبداية السور طيب أسؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا وتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا حسبك 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 إن شاء الله كمبيوتر مستمر طيب من قوله تعالى قول ادعوا الله او ادعوا الرحمن قول ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الزل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا حسبك 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 ما شاء الله عليك هذا كمبيوتر فعلا طيب أسوال الرابع من هذا النمط يقرأ من قولي تعالى يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم وانذروا منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب حسبك شيخ أحمد الآن ندخل في الأسئلة الصعبة الآن سأسأله عن آية وأريد منه رقم هذه الآية ورقم الصفحة قوله تعالى وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ حسبه شيخ أحمد رقم الآية 35 الأنعام الصفحة 131 شوف الكمبيوتر لو الأخ المخرج يضع ممتاز 130 139 الله أكبر الصفحة صفحة هي صحيح الصفحة 130 يلا يا أحمد خلك معي طيب السؤال الثاني نوحة مادة مكية وترتمها ستة يا سلام يا سلام الله أكبر نوحة سبعة هذا الكمبيوتر نعم الحزب 13 طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على سيدنا محمد طيب أسؤال الثاني اقرأ من قولي تعالى لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ حسبك الأخ المخرج لا تضر الآية على الشاشة أسألوا على رقم الآية والصفحة وبعدين نظهرها ستة وعشرين التوبة ترتب ترتبها عشرة نعم وده نوعها مدنية رقم الصفحة كم؟ رقم الصفحة رقم الصفحة يحمد صفحة رقم كله مية مية تلاتة وخمسين مرة ثانية فكر فيها لقد نصركم الله في مواطن كثيرة مية سبعة ومية ستة واربعين قطأ قول الآية من ثانية يلعيدها لقد نصركم الله في مواطن كثيرة قول الصفحة مية تلاتة مية ستة وتلاتية واربعين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة معي معاك رقم الصفحة مية ستة وستين طيب بسألك سؤال ثاني بسألوا سؤال ثاني طيب الآية اللي بعدها ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين حسبك الآية كم هذه 27 التوبة ترتيبها عشرة نوعها مدنية قز عشرة رقم الصفحة بالمناسبة الآية رقمها دقيق الإشكال في رقم الصفحة طيب أعطيك سؤال آخر يقرأ من قوله تعالى قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلي حسبك عشرة يوسف ترتيبها تلت تلتاشر رقم الصفحة لا 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 يوجد رقم الصفحة أبدا لا لا يوجد أكيد عدد آياتها مية وحداشر ممتاز رقم الصفحة صفحة رقم كم ميتين ستة وعشرين وثلاثين مية ستة وثلاثين أحسن ميتين ستة وثلاثين ميتين وستة وثلاثين صفحة ميتين وثلاثين طيب أسوان رابع يقرأ من قوله بالمناسبة الآيات كلها يعطي ترقيمها بشكل دقيق جدا قاعد يشكل في رقم الصفحة القز القز نعم اتناشر ما شاء الله عليك طيب أسوان رابع يقرأ من قوله تعالى الحزب ست الحزب أربعة وثلاثة وعشرين ما شاء الله عليك طيب من قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم حسبك رقم الآية خمسة وثلاثين النور ما شاء الله ترتبها أربعة وعشرين رقم الصفحة تلتمية أيوة خمسة أيوة ستة وثلاثين لا خمسة واروعين تلتمية خمسة واربعين زاك الله خير طيب النمط الأخير من الأسئلة حتى لا يدهمنا الوقت سأسأله في المتشابهات تعرفون أصعب شيء على الحفاظ المتشابهات بعد كده الأنشيد لا خلينا في الأنشيد عن مسابقة قرآن طيب طيب قول الله عز وجل مخمصة كلمة مخمصة كلمة مخمصة تعرف وين جاءت الإجابة أيوة المخمصة في التوبة أيوة أحسنت وثانية سمع سمع في التوبة في المائدة أحسنت إذن الآية الثالثة من المائدة والآية مئة وعشرين من التوبة كلمة محمد لا لا اليوم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما زبح وما زبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضر في مخمصة مخمصة غير متجانف جافة والله جافة ثانيا في التوبة ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخ 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 مصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين جزاك الله خير إذا عندنا وقت نعطي سؤال آخر نسى هذا المخرج طيب كلمة محمد كم مرة وردت في القرآن محمد آل عمران أحسنت والأحزاب أحسنت ومحمد والفتح الله أكبر الله أكبر وما محمد إلا رسول طدخلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين حسبك زاك الله خير طيب وما جعله الله إلا بشرى في آل عمران والأنفال ممتاز شو الفرق بينهم الفرق بينهم اقرأ لي اللي في آل عمران واقرأ لي اللي في الأنفال وخلصنا كلمة محمد خلصنا كلمة محمد وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر زاكر الله خير إذن نعم الحقيقة في تعليق يعني زي ما شرحت في الأول أحمد مسلم إنسان من دول إعاقة لكنه ربنا وهبه وحفظ القرآن بما فيه من أرقام كمبيوتر زي ما احنا شايفين حتى لما شيخ شيرزاد بيسأله السؤال هو بيجاوب السؤال بالكامل يعني مش بولي الآية بس وللآية والرقم ورقم الصفحة كمبيوتر بزبط هذا هو الآجاز اللي المولى عز وجل قالوا إننا نحن في كتابه الكريم إننا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون مش في عقول الأسوياء فقط ولكن في عقول ذوي الإعاقة سيبقى القرآن الكريم هو الدستور الحكيم إلى أن تقوم الساعة وإن كان الأسوياء هجروا القرآن فربنا سبحانه وتعالى بحفظوا لذوي الإعاقة وإن كان بعض المهوسين أحرقوا أوراق المصحف فربنا بقول لهم أنا بحفظوا حتى في عقول أضعف من خلقت وهم ذوي الإعاقة الزهنية ولقد يسرنا القرآن للذكر أو القرآن للذكر في هل من مدكر أنا مش عارف أقول إيه لكن أنا حسأل أحمد مسلم سؤال يمكن خارج السياق نختم به لأنه هو زي ما قلنا حفظ أسماء الدول وأسماء الحكام وعاصم الدول اللي قلنا يحمد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أمين الشيخ خليفة بن زيد بن سلطان آلي هي آلي آل نهيان حكم الله خير شكرا لخير طيب صاحب السموم طيب حاكم حاكم دبي حاكم دبي الشيخ الدكتور محمد بن راشد آل مكتوم شكرا لخير إذن أيها الأكارم وكذلك وسعادة الأستاذ إبراهيم بو ملحة رئيس اللجنة المنظمة لجائزة لبي الدولية للقرآن الكريم الله أكبر بدولة الإمارات العربية الشفيقة الله أكبر وعاهل المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود نكتفي بهذا القدر وكذلك سعادة الرئيس المصري محمد مرسي شكرا ودفتور بودع عبد الخالق وزير التموين والتجارة الدخلية أرغل معنا وعندس حسين مسر موتر وعندس أيها الإخوة الأكارم نكتفي بهذا القدر ونلتقيكم في الغد مع نموذج مميز آخر قبل الاستراح نلتقيكم في الغد وأنا سوديعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة